السلام عليكم طبق اليوم هو طبق غني عن التعريف طبق مغربي أصيل طبق الكرعين كيف يقولوا في المشرق وفي الدول العربية الكواريع الرجول البقر تبقوا معي اندوزوا المقادر وطريقة التحضير نبدأ براكات الله المقادر تحتاج الكرعين تحضيرهم من البائع المقادر مقاطعين المنزل فقط إضافة الملح لتضيع المرهبين نحن نحن سوف نحتاج مقادر قلال سوف نبدأ على بركتي الأول عنصر هي البصلة قطعته بهذا الشكل سوف نحتاج مقادر صغيرة سوف نضيفها من كل نوع سوف نحتاج مقادر سوف نضيفها بالضبط في صندوق الوصف سوف نحتاج مقادر معلقة كبيرة ديال ربع القصبر ومعد نوس. غادي نحتاج هنا منص كاس ديال السيد. فلا. غادي ندوزه. نبدو في طياب ديالنا ديال هاد الكرعين. اول حاجة غادي ناخد طنجرة ديال التخت. غادي نوضع فيها الكرعين ديالي كاملين. بالنسبة للميقضار ديال. ومثم عندكم حرية الختيار لحسب الاستطاعة. غادي نضيف عليهم هنا يا. نبس الله. وغادي نضيف على المقادر كلها. يعني طريقة سهلة. بالنسبة لأي وحدة عمرها مطيباتهم. إلاج ترجوها الطريقة. اعتراك طيبهم. ومعينكم مغمضة بهذا الأسلوب. انا كنضيف الزيت. وغادي نضيف التواب الكاملة. كلها. البابريكا. والبابريكا. نضيف الملحة. والخرقوم. والبسار. والزعفران. نضيف هنا الربيع. ونضيف عليهم المقادر. من المغرب. اخترBack. افتقى. احنا يا من بعد. عمز مكرا. كلها. اتصالي قصر. ووغادي نضيف الملحة. تم اضيف القليل من الماء. فقط عيبة شي. وانتخلط لدي هذه الإقابة مع هذوك الكروعين والبسلة. سوف نضعهم بفوق العافية سوف نضع القاعدة لطنجرة الضغط فقط يعني ما كانش ضلط ما كانش حرش هذيك البصيلة عير كتسخن شوية كيف كتشوفوا بهات الشكل هذا يعني كندير شوية المسخون هنا يا عوداني واحد الناصحة نضيف لكم انكم من يتبغيوا طيبوهم ضروري ما تديرو المسخون ما تديروش المبارد ديرو المسخون باش كيدغيا كيطيبو ومتيش ندوش ديكم الوقت كيف كتشوفو هنا نضعتهم بفوق العافية غادي نحركوا معي شوية تيدخل المقادر مع بعضياتها صافي هنا يا مليكة جانس لي المقادر مع هدوك الكرعين والبصلة غادي نسد عليها بالنسبة للمدة ديال الطهي ديالهم هنا تقريبا 45 دقيقة بالحساب باش طابوا ليه صافي هنا غادي نزيد عليهم الماء هنا بالنسبة للماء ما كنت لكم تقريبا هنا عندنا واحد لتر من الماء يكون طيب فاتر يعني طايب من فوق البوط كنهزو تنخلو مباشرة لهاد الكرعين الريحة من عودة لكم يا سلام طالع هذي الرحة دي القرفة مع هذوك التوابير رحة جميلة صافي هنا غادي نسد عليهم غادي نخليهم يطيبو 45 دقيقة كي طيبو ليضغيا صافي من بعد غادي تشوفوا هنا يا فهد الأدنى هنا صافي هنا رطابوا هنا فقط غادي نخليهم غير يتشحروا عندنا واحد سير تعوي تاني واحد اخر اذا بغيتهم يجوكم زيانين ان فقط طيبوهم وخاتي يكون لكم البلول ما تخافوش منه هذي تشحر لكم زيان هنا غادي نضيفوا واحد شوية دي السكار تقريبا نضفت هنا واحد جوش مع القبار دي السكار على حسب الاستطاحة على حسب القدرة دي لكم دي السكار تقدروا هذي الإضافة تقدروا تستغنوا عليها تقدروا ايشو يد العسل تهورة فيه الكفاية يعني لما كنتوش كاتستعملوا السكر بلا ما تديروهم ما تحتاجوا شاي صافي كنخليهم هنه يتشحروا صافي وغادي ندو نزول طبق الاخير اللي هو طبق الزين وكنتمنى لهذا الوصفة اللي جربت معكم بتنال إعجاب دي لكم وما تنسونا اشفوا اللي باختاج واللي لايك وانتلاقاوا مني غادي تشحروا لنا هذي الكرعين دي يومنا هذا الشكل الأخير هذا الشكل الأخير هنا كيف كتشوفو الزين هذي اضافة تقدروا تديروها تقدروا تستغنوا عليها كنتمنى الطبق دي لنا يكونوا الإعجاب دي لكم كيف كتشوفو كي جوا مشاة حري نرى ما نقصتش ليهم نهائيا الابلول كنتمنى دي لنا الإعجاب دي لكم انتلاقوا في وصفات مقبلة مع وصفات أمتها ومع السلامة